السلام عليكم أبطالي ليفاندوفك من قطة شافيو برشلونة بالثواني الأخيرة أمام فالانسيا وانشولفتي بانتقد كامافينغا والكريب منزما بغيب عن مباريات الريال بشكل غريب فشو قصته هاي الأيام؟ أكيد كما هم أعتدد رح نتكلم عن أبرز مباريات اليوم أحبائي الكرام السلام عليكم جديد أحبائيكي في أحوالكم وإن شاء الله تكون جميعا بألف خير أهلا وسهلا بكم معنا نسيم والحصاد اليومي والجولة الصحفية اليومية المنعمل فيها جولة عن أبرز الأحداث الكربية بس اليوم ما في شي نحكي عنه حتى أنا مباريات برشلوا لماكتنا ويحكي عنه لان بارح ولا حتى اليوم لأنه مباريات كانت برتم وملم ومقتول تماما تماما بس طلعت ببالي فكرتين حبيت أحكيون اليوم الصبح فلذلك أحبي الكرام اليوم رح يكون الفيديو طبعا سريع إذا ما لك تشترك فلغانا تشترك وفعل زر إشارات على الكل حتى يصلك أشعر بكل فيديو جديد يمنزل على القناة وإذا عامل كل هذه الشغلات فالتوصيل المعتادة وهي أنك لا تنساني نلعيك الرهيب اللايك هو الوسيلة الوحيدة التي توصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المشتركين حول العالم وتابعنا يا موقع التواصل اجتماعي جميع الروابط موجودة بصندوق الوصف دعني أبدأ بكلمتين سريعين عن مباراة برشلونا وفالانسيا البارحة لا سيكون تحليل للأمانة لأنه عندي دائما ظن ألا وهو أنه في فرق أحيانا بتمر بمرحلة معينة وفضل أنك تتركها أنه تركوا تركوا خلاص تركوا هلنا كم مباراة تركوا لنشوفك بس تتغير الأفكار طبعا الحق السلبي أو كذا اللي ما رأى في الفريق لكن طريقة أنتصار برشلونا مبارح لفتت نظري يعني حاب أحكي عنه صار في أكثر من النقطة صار في إصابات صار في طريقة التعامل التشافي مع المباريات قاتوزو نفسه كذلك بالمجمل أحباء الكرام الشوت الأول كان شوت عجيب بمعنى الكلمة لاغاتوزو عارف يلعب بالجرينتا والكذا والدفاع والاستبسال الدفاع وبقدير على المرتدات على طريقته الإيطالية يعني كأنه هو لاعب بيج ميلان السابق ولا حتى تشافي عارف يلعب التيكي تاكا اللي صارع رأسنا فيه ونووي لعبه وما رح تزبط معه سأقولي لأنه إذا بظل عم يركز على هاي النقطة فالفشل هو المصير حرفيا يفضل تشافي يبتعد عن الأسرار على هذا الاسلوب وأنه يحاول يثبت فلسفة جديدة لنادي بلاوغرانا برشلونة حتى يبني طريقة لعب مستدامة والدوم معه سنوات وسنوات في برشلونة أنا ما أحكي حيفشل أنا أحكي شق غصة الإصرار على التيكي تاكا والدورة حول هذا الموضوع بشكل كبير طبعا لازم نوه إنه كمان أحققا للحق كمان برشلونة لازم يعالي من الإصابات وأيضا زالت على الإصابات والله العظيم برشلونة صدقة مموفقة يا جماعة لا 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 غير موفق هذا الموسم أبدا ولهل قبل المركز الثاني بالليغة أنتم تخيلين فهي يعتبر شيء منيح على الفكرة هذا الشيء يعتبر إيجابي في ظل وضعيته أنا أقصد وفيه مصائب وفيه طلاع من دور الأبطال أكيد بس أنه منيح لهل حد الآن صامد الفريق يعني تخيل مبارح أيضا كوندي وقارسيا ردن صابو طيب أوكي هذا المباراة الجانب ماذا يبدو لعب مع برشلونة كدفاع متخيلين هو لعب ثلاث أظهرة ثلاث أظهرة كقلوب دفاع أخر شيء أنه ما عنده مدافعين خلص مدافعين ما عنده برشلونة تخيل فريقك عزيزي كون مكانه علي الحلال وضعية مأساوية لكن بالشوت الثاني تقريبا فالنسيا شاف أنه هذا البرشلونة ما أنه هذا الفريق الحاد نهائيا عمل شوي التبديلات صار بدي يسرع الرتم أكتر حسيت شافي أنه والله أنا فريقي بطيء كثير بالارتداد من الخلف للأمام طبعا هو من الأمام للخلف الأساس بطيء يعني هو أساسا بطيء بالارتداد الدفاعي لكن البارح حتى الارتداد النجومي بطيء وهذا الشيء اللي خالنا نشوف تقريبا ليفاندوفسكي يسقط كثير لورا يحاول يشارك بعملية بلاء اللعب مع لاعبين الوسط لذلك نزل رافينيا نزل توريس نزل جافي حتى يحاول يخلي فريقه أكتر حدة تقريبا بالالتحامات والثنائيات في وسط الميدان معروف جافي تقريبا هو المقاتل بجانب كيسيه أن الوحيدين تقريبا بقاتل ببرشلونة ففالانسيا أيضا رفع رتم المباراة بشكل رهيب جدا بالشوت الثاني لكن بالنهاية تشعر بأن برشلونة لحد الآن مع تشافي لماذا تجعلني أحكي شيء هلأ أي فريق بالعالم يكون عنده لعبين أساسيين وعنده لعبين احتياطيين تمام تمام يعني أنت بتلاقي مثلا أنه هناك فكرة في فلسفة لعب لماذا لا؟ أنا بركز على كلمة ثبت فلسفة لعب للنادي فلسفة لعب يعني أنت تكون محلل لا 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 أنت تعرف حالك تخرج الكرة من قلب الدفاع للمحور الأيمن الأيمن يفتح لهذا الفلان يكون المحور الثاني تقدم ربط معه ومع الظهير مثلا تكون فهمان كيف يلعب الفريق برشلونة تشعر فيه كل مجموعة لعبين يلعبوا بطريقة شكل يعني عندما يكون دمبلة ورفينة وليفاندوفسكي تشعر طريقة للعب شكل إذا يكون معهم جاذي وبيدري وبوسكتس تكون شكل وإذا يكون معهم مثلا بوسكتس وفرينك ديونج وبيدري تكون شكل ثاني إذا يكون فاتي مكان رفينية تكون شكل ثاني هذا الشيء مستحيل لا يزبط فريق يريدك تثبت فلسفة لعب وتحاول تشرب اللعبين الأساسيين والأحتياطيين هذه الفلسفة فهذه الشغلة بنتقد عليها تشافي وربما تكون بين سطور الأفكار تقريبا اللي ناس قليلة أن تتكلم عنها لكن أكيد طبعا بالنهاية لفاندوفسكي نهاية المباراة وليس كذلك جابوا لفاندوفسكي المنقذ وعجبتني طريقة انتصار برشلونة ليش؟ هذه قصة أنك تجي تفزد عبير ريالة 3 و 4 و 5 و على بيلباو لا يعرف شوكي مثلا هذه خداعة للجمهور و للمدرب و للاعبين نفسهم يعني أنت بتحسلك أنت فوق الهواء لا 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 حبيبي نزيل 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 انت لسه بدك شغل كثير لانتبه تشافي أنه لا 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 لسه بده لازم يعاني يعرف الفريق يشتغل تحت الضغط هذا الشي بيرفع الروح القتالية عند الفريق نفسه فأنا بشوق أن الفوزي بالثواني الأخيرة هو إيجابية أكثر من السلبية وأكيد أول وأخرى ثلاث نقاط من الأهم أكيد أكيد يعني أكيد حتى يظل أيضا بنفس الوقت عم يطارد على الصدارة مع ريال مدريد لأنه مو منطق أنك أنت تتربى وتتعلم وتعكل أتل بالملعب وأخر شي كمان تخسر النقاط لا هيك أنت انزركت بالنهاية خطط ثلاث نقاط فالدرس نوعا ماقاسي على الناحية الذهنية وكذلك الفنية والتكتيكية اضعوا لي أراكم بالتعليقات دعونا نتنقش بهذا الموضوع بشكل ودي وتعونا ننتقل على نقطتين محورين بخصوص المرينجة ريال مدريد طبعا جماعة الطليان والإنجليز لا يوجد أخبار كانت الناس التي لا تحب الإنجليز تقول لي ماذا أصدقم على الإنجليز؟ هل لا يوجد أخبار عن الإنجليز أبدا ماذا أصدقم على الإسبانيا؟ شباب حسب الموجود نحن نشتغل بكل بساطة بكل أحواك أنشرتين بارحة انتقد إدواردو كامافينجا بشكل غير مباشر وهذا الشيء بالنسبة لي شيء كبير ليس شيء عادي كثير كثير كبير عندما سألوا عن إدواردو كامافينجا قال عنه أريد أن أكون واضحا عندما تكون المباراة مفتوحة يظهروا فيها بشكل جيد هذا لا يعني أنه لا يلعب بشكل جيد عندما لا يكونوا أساسيا لكنه أقل من حيث التموضع من الآخرين أقل من كروس مثلا دقق كثير على قصة كروس على فكرة لاحظوا حتى أنه يكمل يجب أن يستمتع بالخصائص التي يملكها يعني عنده خصائص يجب أن يظهرها كلها ليس لديه قراءة كروس للمباراة هو فورد ركز على قصة كروس لكن كل لاعب لديه شيء خاص به نحن سعداء بكامافينجا إنه لا يشارك بشكل أساسي لأن هناك الكثير من المنافسة في خط الوسط إذن هذا الشيء يثبت لنا كما نرى نحن بالنوارات أنه كامافينجا فعلا ما نريد تركيزه بأخر فترة أنا لماذا؟ هذا السبب أنا لا أعرف ربما يفكر بشيء بالمنتخاب ربما لا أعرف الله أعلم لكن أتوقع كروس شروت يعرف يتعامل معه لكن صدقوني إذا بدل كامافينجا بهذا التذبذب الغريب اللي صار له فترة مانا قليلة على فكرها بس بداية الموسم أبهرنا شوي بعدين قعدنا مفرد نومة إذا بدل بهذا المستوى سأقول لي بلينجهام قادم 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 إلى ريال مدريد بده تنعيمات وسط كامافينجا بهذا المستوى وما تطور لأنه كامافينجا أبهرنا وحبينا كل ياتنا لكن إنك توقف هون ما بيكفل ريال مدريد صدقني بتطلع صدقني بتطلع هذا ريال مدريد إن لو كتامافينجا وكذا والعالم عم تقول ليش جافي أخذ الفترة الذهبي مو هو لا حبيبي بهذا المستوى أنت تطلع بريال مدريد حتى الجمهور نفسه ينتقدك فلازم كامافينجا نحاول ركز أكثر وأكيد طبعا لازم ندرب يركز معه بشكل أكبر على سيرة اللاعبين والتركيز وكأس العالم والفرنسيين تعرول عن كريم بنزمة ولي غايب بشكل غريب أيضا بتقول صحفة أصل بأنه ربما ما شارك بلقاء سيلتك الإسكوتلندي بدورة ربطة القادمة من ريال مدريد وهون في أحد الصحفيين أو أكثر من صحفي مقررين من ريال مدريد أكدوا بأن الفحوصات الطبية الأخيرة اللي أجريت لكريم بنزمة أكدت بأنه اللاعب ما بيعني من أي إصابة إذن شو المشكلة صدقوني كريم بنزمة ربما متوتر كمان بسبب كأس العالم على فكرة موضوع كأس العالم شباب ربما أول مرة منغطي أفكاره هون وأرتباطه بكرة القدم المحلية والأوروبية بشكل عام هون بالقناة لكن صدقوني تأثير كأس العالم كبير كبير جدا 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 على أي لعب تلاحظوا أنه أغلب المباريات حاليا بلشت تنخفط حدتها هلأ أنتو آخر كم مباراة هلأ المباراة الثانية والثالثة بعدين مباراة بعدين بيش كأس العالم تذكروا كلام ناسيم أنه تنخفط حدت المباراة بشكل كبير الحدة الحدة بصير فريق ما بيلعب بشكل حاد ليش اللاعبين نفسهم بيكونوا خايفين على أنفسهم خايفين ينصابوا خايفين من الإصابات أي ضغط أي شاد عضلي لا سمح الله التواء كذا بيخافوا حاليا بشكل كبير فاللاعب بيضل تركيزه ومخه مع المنتخب أنه بيلعب كأس العالم كأس العالم مرة كالأربع سنين وكارين مزمو مرح يلعب كأس العالم تاني لذلك ربع ما يكون كارين أيضا مخه بكأس العالم هل فيني لومو؟ ما بعرف يعني على مناحيتي ما بيحسن عبر كتير لكن كجمهور مدريدي مثلا هل بتلوموا للعب؟ أم أنه بتشوفوا حقه لكارين بنزمو بعد كل هذا الغياب عن المنتخب الفرنسي لأنه يركز كتير مع منتخب فرنسا وكأس العالم خاصة أنه فرنسا عم تعاني عم تعاني من الإصابات بخط الوسط وما راح تعرف كيف راح تمشي أموره حاليا بكأس العالم مع أنه عنده سكواد مرعب جدا 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 وأيضا ما بنساعده المنافسة قوية كتير اليوم في كتير بهذا المونديال آمال مبنية لكتير من اللاعبين وفيه لاعبين كتير ربما ما يكون آخر المونديال أولهم بدني حاول يقرير قصر رقصة الأخيرة تقريبا بمواديال قطر 2022 أكيد أكيد على رأسه كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي مع منتخب التانجو المرعب أيضا أيضا عندك نيماردا سيلفا مع منتخب البرازيل السيليساو المدجش حرفيا بكتيبة هجومية جبارة جدا عندك المنتخب الفرنسي وأكيد بكريمو بنزما فأنا أرى أنه كريم بنزما حقه يركز مع منتخب بلاده وجهة نظر الشخصية حطول أنتو أراكم بخانة التعليقات أحبائي ونستعرض أبرز مباراة اليوم ونختتم هذا الفيديو بداية مباراة اليوم ستكون الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة بكعنارز أرسنال لإستعادة الصدارة من مانشستر سيتي بواجه غابة نوتنجهام نوتنجهام فورست مباراة مع متذيل ترتيب الدورة الإنجليزية الممتاز بل هو بعد الأخير يعني لو فيه بعد الأخير كان ينزل كما بعد الأخير الفريق لا يعرف فوز بس يعرف يخسر تعادلات لا يعرف تعادل حتى بس مهن الصعيقة أنه انتصر على ليفر بول بالجولة الماضية بهدف نظيف انتم تخيلين يا جماعة طبعا ليفر بول كان هو السيئ نوتنجهام فورست جرق عليه بشكل كبير أتمنى بميكل أرتيتا يحاول يحسن المباريات وبكرا ميشان الله يا أرتيتا الفريق بلش يوقع بدنيا وبلشت نظهر عوامل الضغط البدني وكثرة البطولات على النادي لندني فرجاء حاول حسوم مبكرا المباراة وبعدين بلش مدورة بسرعة بالشوت الثاني وطلع كل الأساسيين خلاص ما في داعي لو يجع الرأس أخي فلتت المباراة بالشوت الثاني تفلات مو مشكلة أما لك تمشي شوت الأول بعدين تجبك تعود بالشوت الثاني والله الموضوع الصعب هي قصة نوعاني متى الريال مدريد ما بتزبط حبيبي انتنا تلعب بالدور الإجليزي كل المباريات الصعبة عندك هي كل المباريات صعبة فما بتزبط هي قصة تعالوا نوعاني حبيبي على طريقة زيدان لا الله يرضى عليك على سيرة زيدان وريال مدريد الخامسة والربع رح تتزامن مع مباراة الأرسنال مباراة الميرنجة ريال مدريد مع نادي جيرونا بواحدة من المباريات الجمل الجديدة من الدور الإسباني لاليقا ريال مدريد لاستعدت الصدارة بعدما فقدها البارحة بإمتصار بارشلونة على فالنسيا مثلا ما بنعرف أيضا عنا مانشستر يونيتد الساعة السابعة والربع مسائب توقيت مكة المكرن بواجه وست هام يونيتد مباراة حلبة كثير من شاء الله تعالى رح نتابعها وحاول لحكي عنها بعد بإذن الله تعالى أيضا عنا الساعة العشر إلى ربع مسائب توقيت مكة ميلان الرسونيري البيق بواجه تورينو وفي نفس الوقت رح يكون عنا مباراة كبيرة جدا بالدور الإسباني الريال سوساداد بواجه ريال بيتيس بصراع المركز الرابع لي رح يفتك هذا المركز بهي السهرة حطونا راقم بخانة التعليقات وهذا بنت توقعوا الريال يستعد الصدارة وكذلك الأرسنال اللي كمان بدوا يستعد الصدارة بنشوفكم نشياء الغطاء على بعد هاي المباريات بدرده شي سريعا عنهم رح نكون لايف معكم كما تعودنا أحبائي الكرام على قناتكم نسيم كورا نشوفكم على خير والسلام عليكم